الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله حيا على الصلاة اشتركوا في القناة الحمد لله اشتركوا في القناة قال عز من قائل في محكم التنزيل إن الله بالناس لرؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريف لك وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجلوت الظلم وجهت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين ورضى اللهم عن آل بيتهم طيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم جميعاً برحمتك يا رحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد حياتهم الله جميعاً أيها الأخوة الأحباب وطبتم جميعاً وقاب نمشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً والله نسأل أن يتقبل مننا ومنكم هذه الخطوات وهذه الأوقات وأن يجعلها لنا جميعاً في صحائف حسناتنا يوم أن نعرض عليه في يوم وصفه ربنا عز وجل فقال عنه وفيه فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعلوا لولدان الشيباء أيها الإخوة الأكالم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه هذا كلام الله يحكي لنا عن قصص السابقين حتى نأخذ العبرة والعبارات واليوم نحن ندلعون إلى جانب من حياة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين واجه طاضية قومه ومدع الألوهية في زمانه حين وقف أمام فرعون واخذ أدلوه كما أمره الله تعالى فقول له قولاً لينة لعله يتذكر ويخشى الله تعالى يعلم أنبياه كيف يتحدثون إلى رجل قال أنا ربكم لا على ومع ذلك ربنا عز وجل يقول لنبيه موسى وأخيه أرم فقولاً له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ورحم الله من قال سبحانك ربي إذا كان هذا أذب الأذب مع من قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون بمن قال سبحان ربي الأعلى أيها الإخوة الأكالم هذا درس نتعلم جميعاً ألا نكون فغاضاً غلاض القلوب على بعضنا الله يرسل خير خلقه أنبيه عليه من الله السلام موسى وهارم كريم الله وأخيه إذا طاغية عصره وطاغية أوانه وزمانه فرعون ومع ذلك يأمرهم الله تعالى فيقول فقول له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى لكن حديثنا اليوم ينصبه حين قال خرعون لموسى فمن ربكما يا موسى الله على هذا الموحف أن تتحدث عن الله سبحانه وتعالى صفحانه وتعالى لتنمينا ويقوم بمعارضنا ويقوم بأمان منكم لأنكم في التعبير والأمر في المسجد يجب الله تعالى تحقيقهم ويجب الله تعالى تحقيقهم من كل فأصلا الله أمين يا رب العالمين سأتركوا يا أخي سأتركوا في واحد من تظاهر من قصة موسى عليه وعنى صلاة والسلام في سورة الطهة في سورة 49-50-51-52 صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام ويقوم بالفعل ويقوم بالفعل ويقوم بالفعل تحقيقهم الله قرأت لدوه المسجد إلى المسجد الذي قال لأني أخيرك حتى الله تعالى تحقيق موسى عليه السلام ويقوم بالفعل شكرا لك بخير وخير وعنى يقول يتعلم أنني أخير هذا يتعلمنا شيئا جدا كما موسلمين يجب أن نكون جدا ومعنى من نفسه عندما نقوم بالفعل لا تقريب لأن الله تعالى تحقيق في ذكرتة وحسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعلم في موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال برسوة الله لديك سعيدة وإذا كانت سعيدة سيسر منك لذلك نفسنا كمسلمين يجب أن يطلقهم ويطلقهم كل المشاكل من أخبارنا تفكر بزعف ويجب أن تتحدث به ويجب أن تتحدث الله سعيد كمسلمين إلى المباركة الأيام وإذن الله تعالى لقد قلتهم لكي تتحدثه لذلك لذلك يجب أن تتحدثه لكي تتحدثه لحماكنه أحسن بذلك هذه المدينة سيكون أسهل جيدة لكن بذلك يريد أن يكون مستوى بسهولاً لكي يكون سهولاً. رابعك بسهولاً. لا تضعه في عميه كذلك. سيأتسه منك. سيأتسه لك. لذلك الأول ، فهو الله يسأل موسى لتحدث مع فروه. نحن نقصة اليوم عندما فروه يجب أن يقول قلت بخير ماذا يتحدث بخير موسى أبن هارو؟ يسألهم ماذا يتحدث بخير؟ و الله تعالى لنا كيف يجب أن نتحدث عن نورنا عن نورنا سبحانه وتعالى و الله قال من فرعون قال فمن ربكم على موسى؟ ثم من ربكم؟ موسى قال موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء من خلقه ثم هذا موسى هو الذي أعطى كل شيء من خلقه وقامه لقد ربنا المساعدة للشبه المساعدة للشبه المساعدة للشبه المساعدة للشبه و الله تعالى يساعد كل شيء من خلقه إلى محياتهم المساعدة لا يعملون في المنزل لا يتوقع المساعدة في الأخير الله تعالى قاعدهم كيف يعملون في التحقيق ويبحث عن المساعدة للشبه المساعدة للشبه نحن كم الناس كم الناس المساعدة للشبه الله تعالى أعطى لهم الطريق لهم لتعيقهم لكننا يجب أن نتوقع هنا موسى السبب قال ربنا الذي أعطى كل شيء من خلقه ثم أدب حين أجاب نبيل الله موسى عن هذا السؤال حين سأل فرعون قال فمن ربكما يا موسى موسى عليه السلام علمنا كيف نجيب إذا وجه لنا هذا الخطاب وهذا السؤال قال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدب أي الذي صور كل المخلوقات على صورها هذا طائر بهذا الشكل هذا حيوان بهذا الشكل هذا إنسان بهذا الشكل هذا النبات بهذا الشكل نباتات تزرع في مكان واحد وتسقى بمكان واحد ولكل واحد منها طعم مختلف كما قال ربنا سبحانه وتعالى الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدب قال العلماء في هذا الأجاز الأنمي في هذه الآية انظر إلى نفسك أيها الإنسان ترى أن فيك أنت ثلاثة أنواع من المياه ماء عدم وماء الرجل وماء مر وماء الأذن وماء مالح وماء مخاط والعرب أنت 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 بك ثلاثة أنواع من المياه أنت أنت حيث تنظر إلى هذا الشعر تجد أن شعر الرأس ينمو غير شعر الجلد وأن رمش العين الأعلى أخذ هذا الانحناء إلى أعلى وأن رمش العين السفل أخذ هذا الحناء إلى أسفل وإلا لو كان لتداخل وتشابك فما استطعت أن تفتح عليك من الذي أعطى كل شيء خلقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى مسبقا لقوله عز وجل كما قال في سورة الذاليات وفي أنفسكم أهلا تبصرون هناك الكثير أخذ الله سبحانه وتعالى تعالى أخذ كل شيء مختلفة وإنه يدعون كل شيء إلى طريق المبادر إلى التعوية من النهاية وقاما ببطء أشخاص عندما تظهر أننا نحن نتعم ثلاثة عاء 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 والسليتين منها من نوازنا و كما نوتنا تلقين من 3 طرح الوازن كما تلقين كما ترى نفسك ترى نظر 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 مختلفة من عظيماتك إذا كانت عظيماتك كما تكون هناك ستكون هناك مشكلة لأنك يجب أن تقلقها كل مرة حتى لو أنك تظهر إلى أنك دائمًا ما قال الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن في سورة الدليال وفي داخلك يجب أن تفكر وهناك الكثير من تتعلم يجب أن تعرف وفي أنفسكم أفلا تبصرون هل تفكر في تصويرك كما تكون كيف تبدو؟ الله تعالى تضعها في مرة أخرى في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى في سورة الطالق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب إذن بدايتنا ماء يدفق يخل مسلعا وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الواقع أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن ببسبوقهم الله سبحانه وتعالى في مختلفة في القرآن الكريم في سورة الطالق عندما قال من أين تصبح من أين تصبح من أمام من أمام ومن أمام ومن أمام الله تعالى هل تصبح منه؟ ام نحن نحن نحن؟ الله سبحانه وتعالى يخبره الكثير من المتحدث في القرآن الكريم لتفكر عن العالم عندما نرى شيئا يجب أن تقول سبحان الله سبحان الله كما قال ربنا عز وجل سنع الله الذي أثقن كل شيء سبحانه وتعالى جدا في علا الله تعالى قال ربنا في القرآن الكريم سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء سبحانه وتعالى الله تعالى لكل شيء لذا عندما قال موسى فرق 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 عندما قد فرق 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 لذلك النمرود قال قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِي أستطيع أن أقتل شخص و أستطيع أن أعطي شخص لشخص لكن إبراهيم عليه السلام أعطيه واحدة فقد قلته لا يمكن أن يتحدث عن ذلك عندما إبراهيم قال أن الله سوف يأخذ الواء من الأول هل يمكنك أن تأخذ الواء من الأول الله تعالى سيد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ أم قال أنا ورحمي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ماذا عبر الله؟ قال فبهد أي صدماء ولم يستطع جواباً أي أن إبراهيم أعطه بحجة دامغة أبضى بكل أتابيبه وابقيمه فبهد فبهد الذي كفر فبهد 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 قال فما ذال القرون الأولى؟ قال موسى قال أنه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هو مو فرأوه يهرب مصره لما جابه نبي الله موسى عليه السلام بهذه الإجابة الصافعة أراد أن يهرب إلى مكان آخر ويحول الكلاب إلى منح آخر فأيضاً أوقفه نبي الله موسى حين قال له يا موسى فالا القرون الذي قبلنا فأجابه قال أنه عند ربي هذا شيء ما أخصني أن هذا علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أنا لي أقول لك أخرب الإسرائيل وأعبد الله سبحانه وتعالى فالشاهد هنا يا إخوة أن نتأمل كيف رد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على قول فرعاكم قال ثمر ربكما يا موسى الشعور من هذه هي نحسنا من يجب أن تعرف فبالعلم ف enfrent الله عندما يسألنا عندما يسألنا فإنما الذي يرمنا خلاله وما هو يأتي؟ حلما تدعك أعمال اللي الذي يجب توضع كل شيء أحد لا يسأل بالك اللي الذي يجب على حياة أمده اللي الذي يحضر على منا وعليه اللي الذي يطلحها يتسلط أن كل المنشيات أقول ما قال الله تعالى في سورة الذليات وفي السماء رزقكم وما تعبوا في السماء رزقكم وما تعبوا الله تعالى ورسولنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الله في المكين سبحانه وتعالى وكما خذل الله الحمد لله وحفا وصلاة وسلاما على إباده الذي يصفى واشتغل الله لك لله واشتغل من محمد عبده ورسوله اللهم صلوه وسلم وفسده وبارك عليك وعلى آلميك الطيبين الطهرين على صحابتي الغور المامين وعن التدرين والتدريل بحساس إلى من دين وضى الله ما عنا معه الجميعا برحمتك يا رحم الرحمن آمين آمين يا ربي العالمين أما بعد أغنان أخواني طويلة كنس من المسلمين أي وجود إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى إلتهاولنا وهو وإن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل سنكترف الله تعالى بغت مني بجزء القرآن الكريم وعند الله تعالى قسمنا ما يقول في الثامنة التي هي الثامنة الكرس وعند الله تعالى قسمنا الله لا إله إلاه وتحيره قليل لا تأخذه وسنة ولا أمان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وإنه قال الله خالق كل شيء الله لقيف بإباده وإنه يسده وكمسه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يمسه أسماء الله تعالى وإن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أو أسماء أو أسماء سبحانه وتعالى أو أسماء منذ السورة والسورة الإخلاص من الله على سبحانه وتعالى كله والله أحد الله سبحانه وتعالى لم يهد ولم يولي ولم يكن له أمر ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له سبحانه وتعالى أو سبحانه وتعالى من أي شيء فقط أريد أن تسأل انظر إلى المساعد من يسعى من يسعى الحياة ومساعدها من يسعى الناس من يسعى المساعد للعزيز من يسعى للعزيز هو الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عندما تظهر نحن نفسك لتعالى أن الله إنه هو ذكريف في أعزيز الله خالقه كل شيء تتعالى إلى المساعد عندما موسى عليه السلام يسعى المساعد في المساعد ومساعد قَال رَبُّهُنَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَكُمْ أَلَى إنه وَكُمْ أَلَى أَلَى وَكُمْ أَلَى وَكُمْ أَلَى وَرَحْمَ اللَّهُ مَنْ قَالِ قُلْ لِلطَّبِيْهِ تَخَطَّفَتْهُ يَدُرَّدَ يَشَافِيَ الْأَمْرَاضِ مَنْ أَرْدَاكَ يَجَافَةَ وَكُمْ أَلْهُ أَلَى وَكُمْ أَلَى وَكُمْ أَلَى وَكُمْ أَلَّهُ أَلَى تَخْطَفَتْهُمْ أَنْ أَلَلَّهُ الثعبان ينفث سمه فسلق من يا ثعبان بالسموم حشاكا واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو دحيا وهذا السم يملأ فاكا بل سائر اللبن المصفى من بين فرث ودمي من ذا الذي صفاكا واسأل بطونا النحل كيف تطاطر الشهدا وقل للشهد من حلاكا لا إله غيره ولا معبودة سواء لذلك يا عزيزي وأحبون الأخوات هذه الأشياء ومثلت هذه الأشياء تقوم بإيماننا وإصلاحنا في الله سبحانه وتعالى أنت ليست الأشياء التي تسألت عن ماذا هو الله؟ تسألت عن رفض موسى تسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألت عن جميع الأشياء تسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم إنه هو الشخص تسألت عن رسول الله لا يحدث 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 عن رسول الله وعلى أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بالشيء لن ينفعوك بالشيء لأنه إن كل الناس يتجمعون معاً لك لن يحدث عن رسول الله لن يحدث عن رسول الله ونحن هكذا للمجب المساعدة لهذا هذه نهان حقوقنا كنا ورسولنا لتعليم إيمان في الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ونحن نهان من مذائك ونهان من النفاق بيسرىنا من صلت المساعدين من كل برسول الله الله بكثير مننا الله بكثير مننا الله بكثير مننا ونعوذ بك من صحفف ونور اللهم أدلا حقا حقا ورزقنا اجتناع بنا وأدنا الباطلا وباركلا ورزقنا اجتنابا اللهم لا تدعنا في هذا اليم العظيم بالضبط إلا غفت به ولا بريضة إلا شفيته ولا حاجة من حوالي الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا رحم الرحيم اللهم اغفر لنا لذنوبنا اللهم وسأنا في أرزاقنا اللهم يا ربنا اشه مرضانا ورطة مسلمين الله أكبر الله